كل عام وكل المصريين بخير 11 عاما مرت على ثورة 30 من يونيو ثورة الشعب المصري الأبي الذي قال لا لجماعات إرهابية تحاول استقطاب العقول بل وتفكيك مؤسسات الدولة فشلت السيناريوهات التي حاكتها الجماعة الإرهابية وأصبح الشعب المصري على قلب رجل واحد تبعنا منذ قليل كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو وأيضا ذكر فيها السيد الرئيس عدد من النقاط الهمة منها كل التحية لشهداء الوطن وأيضا التحية للشعب المصري الذي تحمل الكثير من التحديات وكان على الوعي الكافي بأن يقول لا لجماعة إرهابية ويعمل ويبني وطنه من أجل بناء جمهورية جديدة معنا في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري سيادة النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع برحب حضرتك سيادة النائب وكل سنة وكل المصريين بكل خير كل سنة ونطيبين وكل سنة والشعب المصري بخير وسيادة الرئيس والجيش المصري والشرطة المصرية الحقيقة نحن النهاردة بنحتفل بمرور عشر سنوات على التخلص من حكم جماعة إرهابية فكل الخير لمصر وصعداء أن نحن معكم النهاردة برحب حضرتك وخلينا نبدأ من كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن كان فيها محطات مجازة عما كان وما صار به الشعب المصري والتحديات الراهنة التي يحاول التغلب عليها من أجل المستقبل يعني طبعا كلمة الرئيس كانت واقعية جدا واضحة الرئيس السيسي كان بيؤكد على أن مصر حققت إنجاز كبير في أن هي تستعيد دولتها تستعيد قوتها بعد ما كانت تحت سيطرة الجماعة إرهابية أصبحت دولة مدنية يطبق فيها القانون على الجميع دولة تحترم كل المواطنين وحرية اعتقادهم وحقهم في الحياة وكمان أكد خلال الكلمة أن هو يعني يتابع بشكل يومي ما يحدث في مصر وأزمة ارتفاع الأسعار هذه صراحة كبيرة أنه يتحدث مع شعبه ومع أهله حول هذه المشكلات وأن الدولة لديها رؤية للقفز على هذه المشكلات شفافية الطرح شفافية الطرح دي حاجة الحاجة التانية الرئيس أكد على أن مصر تحترم جدا حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة أن مصر تقف ضد مخطط التهجير أن مصر تؤيد القضايا الفلسطينية وده أمر تاريخي نحن أكثر من تحملنا هذا الصراع ونتحمله بحب لأن الشعب الفلسطيني الشقيق هو له الحق علينا كدولة مصر اللي هي أم العرب أن نحميه وأن نحافظ على حقه في دولة مستقلة طبعا الكلمة كانت أكثر من رائعة ترجمة نانسي قنقر